الجهاز الهضمي بيتكون بشكل أساسي من جزئين الجزء الأول هو القناة الهضمية واللي اسمها Elementary Canal وجزء الثاني وهي الأعضاء الملحقة أو الأعضاء الإضافية واللي اسمها Accessory Organs القناة الهضمية بتنقسم إلى جزئين قناة الهضمية عليا اسمها Upper Elementary Canal ودي بتنتهي مع نهاية المعدة واللي اسمها Stomach وقناة الهضمية سفلية ودي بتبدأ مع نهاية الستomach وتنتهي مع القناة الشراجية القناة الهضمية بتبدأ من الموس الموس اللي هو الفم بيحتوي الموس على تجويف بيطلق عليه اسم Oral Cavity يعني تجويف الفم تجويف الفم بيحتوي على كل من اللسان واللي اسمه Tongue وبيحتوي على الأسنان واللي اسمها Teeth ويحتوي على الغدد اللعبية الغدد اللعبية هي الغدد المسؤولة عن إفراز اللعاب وفيه ثلاث أنواع من الغدد اللعبية الباروتيد جيلاند اللي هي الغددة النكافية والصاب منديبولر جيلاند اللي هي الغدد أسفل الفاك السوفلي والصاب لينجول جيلاند اللي هي الغدد أسفل اللسان بعد تجويف الفم بيكون موجود الأوروفارينكس الأوروفارينكس اللي هو البلعوم الفمي بعض البلعوم الفمي بيكون موجود المريء المريء اسمه السوفيكس بينتهي السوفيكس مع بداية المعدة وبكده ينتهي الجزء العلو من القناة الهضمية ويبدأ الجزء السوفي مع بداية الأمعاء الدقيقة والاسمها small intestine وبتحتوي على ثلاث أجزاء الجزء الأول اسمه ديودينم اللي هي الإسنة عشر وده أصغر جزء الجزء الثاني من الأمعاء الدقيقة هو الجيوجينم وده الجزء الثاني اسمه جيوجينم وجزء الثالث من الأمعاء الدقيقة اسمه إيليم بتنتهي الأمعاء الدقيقة وتبدأ الأمعاء الغليزة والاسمها large intestine الأمعاء الغليزة بتتكون من عدة أجزاء أول جزء اسمه سيكم أول جزء من الأمعاء الغليزة اسمه السيكم بيتصل بالسيكم من أسفل قطعة كده صغيرة بيطلق عليها اسم appendix اللي هي زايدة الدو دية ومن أعلى السيكم بيكون متصل به الascending colon اللي هو الكولون الصاعد الكولون الصاعد بيتصل بالtransverse colon اللي هو الكولون المستعرض والكولون المستعرض بيتصل بالdescending colon اللي هو الكولون الهابط والكولون الهابط بيتصل بالsigmoid colon وبعد كده بيتصل بالrectum اللي هو المستقيم وبينتهي الrectum مع الإينالكنال اللي هي القناة الشرقية وبكده تنتهي القناة الهضمية كلها نيجي للأكسيسوري أورجنز اللي هي الأعضاء الملحقة بتشمل السيليفري جلاندس اللي هي الغدد اللعبية واللي تكلمنا عنها فوق موجودة في الأورال كافتي اللي هو تجويف الفم ومن الغدد أو الأعضاء الملحقة هو الليفر والبانكرياس مش باين البانكرياس هنا الاستمك مدارية نشيل الاستمك خالص البانكرياس أهو هذه البانكرياس وآخر حاجة وهو الجول بلادر الحوصلة المرارية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة